اشتركوا في القناة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعاه وأكد وزير الإعلام في برقيته أن رعاية جلالة الملك المعظم يده الله السامية ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله شكل منهاجا للعمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين وكان سببا مهما في وصول اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الرابعة والخمسين إلى العديد من القرارات والتوصيات لإبراز الجهود التي تبدلها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بهدف دعم مسيرة العمل العربي المشترك ومبادراتها الرامية إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات سائلنا المولى عز وجل يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن تتكلل جهود سمو دائما بالسداد والتوفيق والتوفيق اشتركوا في القناة